موسيقى والآن إلى الاستضافة التثقيفية مجتمعاتنا حريصة على العلم وأيضا مهتمة بمستقبل أبنائها التعليمية حيث تعتبر المدرسة أحد أهم الأمور في تشكيل حاضر ومستقبل الطالب لما تلعبه طبعا المدرسة من دور داعم للعملية التعليمية والتربوية هذه العوامل وغيرها أدت إلى وجود صعوبة في عملية اتخاذ قرار من قبل الأهالي عند اختيار مدرسة لأبنائهم رح نتحدث أكثر عن هذا الموضوع فبينضمنا أستاذ علم النفس التربوي الأستاذ أشرف الداود صباح الخير صباح الخير يا أهلا بداية نتحدث عن أهمية الأسس والمعايير في اختيار المدرسة المناسبة لأبنائنا طبعا ما بخفى على حدا أديش الدور الكتير كبير للمدرسة كوكيل للتنشئة الاجتماعية للطفل فهي مش بس مكان بتلقى فيه التعليم الأكاديمي اللي هتوصله لمهنة معينة لكن هي عبارة عن مكان ينشأ فيه الطفل الاجتماعيا تشكل فيه شخصيته هاي الشخصية من خلال التفاعل الاجتماعي بين الطفل وبين كل أركان المدرسة من طلاب أو من هيئة إدارية وتعليمية فتشكيل أو وجود معيار من قبل الأهل في اختيار المدرسة بيحمينا من كتير مشكلات ممكن أنها تظهر بسبب البيئة الجديدة اللي بيكون فيها الطفل واللي زي ما حكينا فيه إلها كم كتير كبير ووقت كتير كبير يعني بيكونوا فيه طلاب مقارنة حتى مع المنزل نعم يعني هاي أهمية المعايير والأسس طب نتحدث عن أنماط التعلم أيما أفضل نختار المدرسة اللي فيها التعلم السمعي أم البصري أم الحركي بالنسبة لأنماط التعلم أو حسب شخصية الطفل يفترض أنه ما في مدرسة أصلا هي يعني ممكن تكون جذابة لكل الأطفال اللي موجودين في العالم ما في مدرسة فيها معايير مئة بالمئة لكل الأفراد اللي موجودين في الدنيا بالنسبة لأنماط التعلم على سؤالك هو يفترض أنه كل المدارس يستخدم الثلاث أنماط من التعلم أصلا الأفضل هذا هو اللي لازم أصلا يكون موجود يعني في أغلب المدارس طيب نحكي شوية عن ميزانية الأسرة فيما يخص التعليم يعني كيف نختار المدرسة اللي بتناسبنا من ناحية الميزانية حلا اختيار المدرسة المناسب لناحية الميزانية بالنسبة للأسر من الأمور الجدا مهمة والتي حتى ممكن نيجي نحكي أنه من خلالها يعني واحدة من الموضوعات المهمة الآن فيما يتعلق بالميزانية أصبح في عنا بعض البرامج التعليمية الحديثة مثل اللي هي البرنامج الدولية مثل الـ IB والـ American System والـ IG هلأ هدول البرامج بالعادة المدارس بتكون الأقصاد تبعتهم مرتفعة عن البرنامج الوطني هلأ تحديد الميزانية من قبل الأهل وبناء خطة مستقبلية أعرف أنا ابني لين رايح وبأي جامعة حتى بده يدخل من الأمور المهمة لأنه في بعض الأهالي بقولوا أنا أقدر على أن أتحمل مصاريف المدرسة تبعتي من هون للمرحلة الابتدائية ما تخلصوا بعدين عند المرحلة المتوسطة أنا ممكن أنقله لبرنامج آخر أو حتى لمدرسة أخرى حكومية ممكن تكون أو أقل جودة وأقل مستوى هلأ هون إحنا منعرض الطفل تبعنا لمجموعة من المشكلات باختصار شديد يفترض على الأهل لما يسجلوا أبنائهم وفق معيار الميزانية اللي هو واحد من المعايير إني أنا أعرف هل أنا بستطيع أني أكمل مع طفلي 12 سنة بمدارس من نفس الجودة واللي بتقدم نفس الخدمات ولا لا إذا بستطيع بدي أحط وما بستطيع بدي أحاول أجد حلول أخرى طب مبنى المدرسة ومرافقها كم هو مهم بالنسبة للطالب جدا مهم والمرافق إحنا ممن يجي منحكي عن المرافق والتجهيزات اللي إلها علاقة فقط بالساحات وكبرها والتهوية لأنه أغلب المدارس فيها مرافق لكن قديش في عوامل أمن وسلام داخل هاي المرافق بالنسبة للطالب وبالنسبة حتى للفريق الكامل اللي بيشتغل في هاي المدرسة وقديش في استغلال أصلا إلها الكثير من المدارس ممكن يقولوا إحنا بتتوفر معنا اللي هي تجهيزات صفية من الوحة فاعلية وغيرها لكن السؤال الأهم هل هاي التجهيزات يتم استثمارها في البيئة التعليمية ولا لا هون هذا بيكون المعيار صح معيار المرافق مهم لكن المعيار الأهم هو معيار الاستثمار الأمثل لهاي المرافق نعم نتوجه على موضوع المنهاج والجانب الأكاديمي بعض الأهلين ممكن ما يعرفوا إيش طبيعة المنهاج اللي بتدرسه المدرسة كديش مهم نتعرف على نقاط قوة وضعف المنهاج اللي بتدرسه المدرسة اللي رح نختارها جدا هذا الحكي مهم جدا لازم يكونوا الأهل عارفين شو طبيعة المنهاج اللي قاعد عمالها أو النظام التعليمي أصلا زي ما حكينا هل هو البرنامج برنامج وطني ولا برنامج دولي وإذا كان برنامج دولي إيش المتطلبات مني كأهل أنا لازم لا أستطيع أني أراقب تطور طفلي كيف بقدر أساعده ببعض المواد لأنه كمان الطفل هو بحاجة إلى مساعدة من ولي أمره فأهله هو قادر ولا لا وبعدين المرحلة الأخيرة اللي احنا دائما بنحاول نخاف منها ونبعد عن البرنامج الوطني من أجلها اللي هي صف 12 أو توجيهي ما بعدها كيفية معادلة الشهادات وأمور المشكلة عندنا أنه الأهل مرات ما بلتفتوا إلها أو ما بيعولها إلا بعد ما يكون الطفل صار بمرحلة عمرية بصير من الصعب عليه أنه يترك النظام التعليمي تبعه ويروح لبرنامج آخر موضوع المعلمين وكفائتهم يعني بعض المدارس مثلا بتحط عندهم إعلان مثلا المدرس الفلاني مثلا موجود في مدرستنا قدي لازم مسأل عن الأستاذ ومدى يعني مهارته وحرفيته في التعليم أهلا هو يفترض فينا أنه نسأل الكادر التعليمي أنا مش مع الأسماء لحالها هي اللي ممكن نتوجه نظام مدرسة كاملة أنا مع الإدارة وخبرتها ومعرفتها بالمنهاج المقدم والنظام اللي ماشي وبهذا الموضوع بتصفي عندي أنا ملاحظة الشخصية إحنا لما نيجي نحكي عن معيار لاختيار المدرسة ونحط من ضمن المعايير هاي هي المعلم نفسه اللي أنا بدي أشوفه بدي أدخل جوه المدرسة أثناء التدريس ومن خلالها أشوف فيه صوت فيه ابتسامة فيه راحة هذا الحكي يكون أهم المعلم حكيت عن موضوع الإدارة وهمية الإدارة يعني كم لازم تكون الإدارة فلسفة الإدارة مناسبة للأهل والطفل أو الطالب بشكل عام هي غير مناسبتها يجب أن تكون مناسبة وخاصة من ناحية حتى التوجهات تبعت الأهل ممكن نيجي نحكي لكن الأهم من هذا اللي هي مناسبة للفلسفة وهي موجودة أصلا على أرض الواقع ومطبقة هل في عندي أنا وثائق تثبت ذلك يعني مش وثائق مثلا هل في عندي دليل للطالب يعني يستخدم من قبل الطالب ومن قبل المعلمين والهيئة كاملة هذا الحكي يقدروا الأهالي غير ما أنهم لما يتطلعوا أنا بدي أسجل ابني في مدرسة بدي أععد مع الإدارة هاي الإدارة اللي أنا جالس معها الآن هي بتنظر علي إذا كان في وثيقة مكتوبة في دليل هذا الدليل بيشعرني أنا كولي أمر بالراحة أنه النظام يتبع داخل هاي المدرسة بأكثر من جانب وهيكون موحد لكل الطلاب نعم موقع المدرسة قديش مهم سواء المدرسة كانت قريبة أو بعيدة كم بيأثر على نفسيتي الطالب أنه بعد المدرسة أو قربها كل ما كانت أكيد قريبة كل ما كان المعيار هذا مهم جدا بالنسبة للطالب وأريح له لأنه البعد يساوي بتحكي أنت قاعد عمالك عن مدة زمنية طويلة في التنقل وهذا الحكي يدعب الطالب ويتعب حتى أهله معه نعم بدي أشكرك أستاذ أشرف الدود وأنت أستاذ علم النفس التربوي وكل الشكر لأيك أهلا وسهلا شكرا لك اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر